دلوقتي فيه حاجتين هتثبت لك ان البرينتر دي اتعرفت بالراوتر الوي فاي ببس كده معي الليد ده كل مهمة بيتغيره تمام يعني دلوقتي طول ما هو منور بالازرق ده معانا ان البرينتر متواصله بالراوتر الوي فاي والحاجة التانية لو لقيت التردد ده ثابت كده معانا ان البرينتر متواصله بالراوتر الوي فاي حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نتبع من الموبايل على البرينتر الـ M236DW فاقبل ما ن spanning أي خطوات لازم عندك يعلم ان البرينتر دي فيها خاصيتين لاتباعة من موبايل الخاصية الاولى وهي التباعة باستخدام الراوتر الوي فاي وخاصة التانية التباعة باستخدام خاصيات الاتصال المباشر بدون من استخدام الراوتر الوي فاي نهائيا كل خاصية فيها ميزة وفيها عجب الميزة التي في خاصية الراوتر الوي فاي ان بعد ما تعرف البرينتر بالراوتر اي جهاز متواصل بالراوتر هيتقدر يطبع بكل سهلة اذا كان موبايل ارتابل àsالية وتابلت و في نفس الوقت وهو بيطبع يقدر يضطح خدمة الإنترنت لكن العيب هناịch هي أنك لو غيرت باسورد الراوتر الوي فاي أو ما اي عدد في راوتر الوي فاي أو غيرت جهاز الراوتر الوي فاي ذات نفسه فمع Process to Learn about the Printer ولازم تقرب الراوتر من laser يعني يكون في الكُدهة التي بها الم За لكن خاصية لل قائد مباشر الميزة التي بها أنك سيقدر تتبع إلىarma على laser بدون استخدام أو كابل أو صور دون روتر لكن عيب الخاصية دي انك اثناء الطباعة لو حاولت توصل البرنتر بأي شبكة نت أمر الطباعة اللي انت بتطباها سيتكانسل فلازم تنتظر لحد أمر الطباعة ما ينتهي بعدها ترجع تتصفح خدمة الانترنت في أي شبكة عادي جدا والميزة الثانية اللي فيها ان لو ما عندكش راوتر فانت تقدر تستخدم خاصية الاتصال المباشر ولازم قبل ما تكرر لازم تعرف انت هتختار أنهي خاصية من فعش نفعل الاتنين مع بعض لانك لو فعلت خاصية الراوتر الواي فاي خاصية الاتصال المباشر ستنقطع ولو فعلت خاصية الاتصال المباشر فخاصية الراوتر الواي فاي ستنقطع وأول فكرة سنبدأ بي وهي فكرة توصيل البرنتر بالراوتر الواي فاي فدلوقتي نروح لجهاز الموبايل وننزل برنامج HP Smart ونتطبع بعض الخطوات فأينا بنا أول حاجة سنفتح البيل ستور او الابي ستور اللي عندك ونكتب في البحث اول بحث هنا كلمة HP اهي بالطريقة دي ونختار Search سننزل على اختيار اسمه HP Smart ثم نختار تثبيت ثم ننتظر لحد ما البرنامج تثبت معنا وبعد ما البرنامج تثبت معنا سنعمل الفتح عادي جدا سنختار السماح ثم نختار قبول الكل ثم نختار اعادات طبعة جديدة ثم نختار واي فاي اول اختيار ونختار Continue ثم نختار Continue مرة أخرى ثم نختار السماح اوكي اثناء استخدام التطبيق سنجد برنتر مكتوب عليها M236 LaserJet سنختار عادي جدا ويقول لك دخل بسورد الروتر الواي فاي وبعد ما دخلنا بسورد الروتر الواي فاي سنختار Continue سيظهر لك الرسالة اوه سيظهر لك الرسالة لو رجعت كده للشاشة برنتر بيقول لك تاك على الزرده اوه تاكدك ستجد الرسالة اختفت ستجد الرسالة بيقول لك برنتر كونكتت واي فاي على الشبكة سنختار Continue وستجد في الشاشة الآن علامة التردد بتاعت الواي فاي ثبتت الاول كنت تذهب معناها انها توصلت بالروتر ودلوقتي اي حد موجود اذا كان لابتوب موبايل تابلت تاني يقدر يشبك بالبرنتر على طول باستخدام الراوتر الواي فاي بعد كده هنزل تحت شوية كده ونختار قبول الكل اول حاجة هيقول لك اللغة انت بتختار اللغة مناسبة ديك تمام مش هتلاقي اللغة العربية اختار اللغة الانجليزية ونختار متابعة وانا تختار البلد بتاعتك انت ممكن تختار اي حاجة لان الخطوات دي روتونية عادي جدا احتمال ما تلاقيش البلد بتاعتك فانت ممكن تختار اي حاجة عادي جدا متابعة ونختار متابعة ثم نختار تخطي تفايل الحساب بس الحساب ده هينفعنا وقت ما نعرف البرنتر عشان نستخدم الاسكنر يعني الاسكنر هو الحاجة الوحيدة اللي هتنفعنا في تفايل الحساب هنسيبه بعدين يعني الاسكنر ده له حلقة منفصلة لوحدها مخصصة بي هيا الخطوات دي هتجيلك فاول مرة بس تبدأ تنزل البرنامج من النت وتفايله بس باول مرة بعد كده البرنامج ده هتلاقيه مفيش اي خطوة من الخطوات دي هنا بيقول لك بقي احط الورق في الدورج زي ما تعلمنا في الحلقة بلي كده تمام تقطي تحميل الورق نضغط عليها وبيقول لك الخطوة دي حط الحامل بتاع حامل ورق عادي جدا ماشي وبعد كده هيجيلك الخطوة دي هتختار اي اختيار مناسب دي هنختار التحديث تلقاء الموصبية ثم نختار حفز اهو دلوقتي بيقول لك ستب كمبيلات لات برنت لو انت اختارت برنت ادوكمنت فهو سيطبع ورقة دلوقتي عشان يثبت لك ان البرنتر اتعرفت بالراوتر واي فاي انا ممكن اعمل سكيب برنت اكبيل تمام عادي جدا ثم نختار الاختيار ده نترايت ناو ثم نختار اول دون وبكده البرنتر اتعرفت بالراوتر واي فاي وكمان عرفناه بالموبايل وظهرت لنا بالشكل اللي قدامكم طب دلوقتي ازاي نتبعه الموضوع بسيط جدا هنقفل البرنامج بتاعنا عادي جدا ونبدأ نفتح اي ملف انت عايز تبعه وعلى سبيل المثال هنختار اللي هو ملف اللي اسمه مرحبا منك خطوات التباعة سهلة جدا هنختار مشاركة تمام ونختار رسال نسخة نبدأ نبحث على البرنامج اتش بي اللي احنا ازلنا او اتش بي سمارت ونختار من فوق اسم برنتر بدعتنا بعدها هنختار برنتر او زي ما انت شايفين طب عدنا الخمس ورقات الملف اللي موجود في موبايل طبع الخمس ورق زي ما انت شايفين ودي جودة التباعة ممتازة جدا طب على سبيل المثال البرنتر دي انا عرفت ان فيها خاصية التباعة لوجين اوتوماتيك عاوز استخدم الخاصية دي الموضوع بسط جدا هتختار اي ملف فيه اكتر من ورقة لازم ملف فيه اكتر من ورقة منفعش ورقة واحدة هنختار مشاركة او شير نختار رسال نسخة هنختار برنامج اتش بي سمارت ونختار برنامج اتش بي عادي جدا ولو ضغطت على اطباعة دلوقتي فانت هتطبع الاوراق ورقة ورقة مفردة تمام؟ عايزين نفعل الخاصية دي وبالمره نعرف الاعدادات الانتباع كيفين استهم ده؟ ضغط واحدة كده هتلاقي فتح القايمة اللي قدامك اول حاجة مكتوب عليه برنتر يعني دي برنتر اللي احنا نتبع عليه تاني حاجة مكتوب عليه كوبز وده عدل النسخ بالاتجاه الموجبدة بتقدر تزود انتعاز كم نسخة وبالسالب بتقدر ترجعها لنسخة الانتائزة ثالثة اختيار المكتوب عليه برنترنج لو ضغطت عليه كده هايقول لك اول ولا رنج اوف لو ستبتع على اول فانت هتطبع الملف بالكامل لكن لو انت اخترت رنج اوف كده فهيقول لك انت عايز تطبع من الورقة الكام للورقة الكام وهي خمس اوراق ممكن نخليها مثلا اي من اثنين لمثلا اربعة معني هي اطبع اثنين وثياتة واربعة كده عرفنا فعند الوقت هنسيبها اول زي ما هي رابع اختيار وهو ده اللي احنا جئنا عشانه وهو طو سايدت طول ما هي متفعالة على فهي بتطبع ورقة ورقة مفاردة ضغطة واحدة عليها هتلاقي مكتوب طو سايدت لونج ايج وطو سايدت لشورت ايج انا هختار طو سايدت تاني اختيار لونج ايج همس اختيار مكتوب عليه كالر مود مكتوب عليه جنبه بلاكن دوائد لا يوجد اي تعاديل لان البرنتر بتطبع بالقبض والاسود فقط وسايدت اختيار اللي مكتوب عليه وده هتسيوي زي ما هو زبطنا كل حاجة وفعلنا اختيار طو سايدت لهو وش والدار هنختار برنتر بس معي كده يحصل ايه الورقة الساحب التانية داخلت لواحدة عشان تطبع الدار ايه ادي الوش والدار ايه الساحب التاني عشان تطبع الدار ايه 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 او بصو كده معي ايه الورقة الاولى ووراها على طول الورقة التانية تمام؟ الورقة التالتة ووراها على طول الورقة الرابعة وهي الورقة الخامسة وهي خمس اوراق في الظهر الحقيبة ابيض كده اتعلمنا كيف نطبع على الوجهين اوتوماتيك ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقرة التانية وهي خطوة توسيل باستخدام خاصية الاتصاد المباشر يعني من الموبايل للبرنتر على طول بدون استخدام الراوتر الواي فاي نهائيه اول حاجة هنعملها هنطبع باسورد البرنتر طيب ازاي؟ اول حاجة هنعملها لازم نلغي الخاصية دي طيب ازاي؟ هنتكه على الظهر ده كده وده هتختفي معنا علامة الواي فاي او ما تختفي كده هنسبت سبعا على الظهر الاي لحد ما اللمبة او الظهر التحتية تنور اخدار او نور اخدار كده ثم هنرجع نضغط على نفس الظهر كده ثم هنتكه على زرار التصوير الاخدار ده حيبدأ يطبع لك ورقتين اللي همنا الورقة التانية هادي اول ورقة هادي تاني ورقة او زي ما نشايفين هننزل تحت على اختيار اسمه واي فاي داريكت ستوب هو ده اسم البرنتر في الشبكة تمام؟ وده الباسورد تمام؟ هو ده الباسورد اللي هندخله مع العلم ان الشرطة اللي ما بين كل اربع الرقم دي نازم نكتبها يعني هنكتب واحد تلاتة اربعة شرطة ستة تسة اربعة ستة شرطة اتنين اتنين تتا ستة تمام؟ الخطوات ازاي؟ نتعنشبه مع بعض بعد جده هتفتح قيمة الشبكات اللي عندك في الموبايل هتلاقي عندك مكتوب اتشي بي متين ستة وتلاتين لزرجت هنختار هكده وحندخل الباسورد اللي انا نقطه لكم عليه اللي ما بين شرطتين وبعد ما كتمنا الباسورد بالطريقة الصحيحة هنختار اتصال او بيقولك الشبكة متصلة بالجهاز يتعذر توفير الاتصال بالانترنت هنرجع الوقتش على برنامج اتشي بي سمارت تمام؟ وبعد كده هتلاقي فوق جنب علامة الجرس في زرار الزائد ده اضافة البريندر هننتكي على دكة واحدة هنختار تاني اختيار هنلاقي البريندر بتاعت نهاية هنختار عادي جدا كده وبكده البريندر اتعرفت من خلال خاصية الاتصال المباشر الاختلاف هنا بانك تطبع من الراوتر او تطبع من خلال خاصية الاتصال المباشر انك لما تيجب تطبع من الراوتر انك تختار الراوتر وانت بتتصفع خدمة الانترنت وتطبع عادي جدا لكن الاتصال المباشر لازم كل مرة تفتح كلمة الشبكات الموجودة في الموبايل وتتأكد او تختار كلمة Direct HP وبعد كده تبدأ تطبع ولكن لو لم تتحدث هذه الخطوة فهي لا يوجد اي استجابة ستحدث من البريندر من خلال خاصية الاتصال المباشر وكده او كده خطوات اتباع واحدة يعني انت دلوقتي لو حبيت توشبك او تربط اي موبايل تاني كل الخطوات اللي فاتت دي مش هنحتاج نعملها تاني فهتمسك اي موبايل تاني عشان تربطه وتفتح برنامج او تنزل برنامج HP Smart زي ما انتم شايفين كده طبعا هيقابلك كده خطوة كده روتينية بعد كده هنختار تخطي الان بعد كده هنختار Add your first printer وهنختار Already printer اهي هنختارناها كده تمام ظهرت لنا وبكده البريندر اتعرفت مع الموبايل وتقدر تطبع بالخطوات اللي احنا شرحناها من شوية دلوقتي في حاجتين هتثبتلك ان البريندر دي اتعرفت بالراوتر واي فاي بص كده معي الليد ده كل مهمة بيتغيره تمام يعني دلوقتي طول ما هو منور بالازرة ده معنى أن البريندر متوصل بالراوتر والوي فاي والحاجة التانية لو لقيت الانتردد ده معنى ان البريندر متوصل بالراوتر وي فاي وقبل من اقفل معيكم حلقة النهاردة لازم اوضح لك أن البسورد موجود في الورقة دي متغير من البريندر لبريندر تانية يعني مش كل البريندرات بسوردا واحد وبكده انتهين من موضوع حلقت النهاردة اتمنى ان ارأعجبكم منتظر أي صفصار لكم بخصوص الطابعة كان معيكم احمد السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته